موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونبدأ من موقع المصدر أونلاين ونذي عنوان في صفحته الرئيسية السفير الأمريكي للمصدر أونلاين ما زلنا قلقين من الأنشطة الإيرانية في المنطقة وخصوصا تسليحها للحثيين يقول الموقع أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر عن استمرار القلق الذي يساور واشنطن من الأنشطة الإيرانية في المنطقة خصوصا فيما يتعلق بتسليحها للحثيين نافيا أن تكون بلاده قد غيرت سياساتها في اليمن مؤخرا بما ذلك الارتباط المزعوم بعلاقة تحالف مباشرة مع ميليشيات الحثي على حساب الحكومة الشرعية اليمنية مؤكدا أن سياسة أمريكا لا زالت كما كانت عليه منذ البداية في اليمن واعتبر السفير الأمريكي أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية كاريب الحثيين بمسقط إذا ما جاء لتعزيز الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ وذلك لمحاولة كسر الجمود في محادثات السلام أبواب السفارات في اليمن مغلقة منذ عامين فهل حان فتحها من جديد وفقا لموقع الموقع بوست فإن الحكومة ستدعو السفارات والبعثات والمنظمات الدولية للعمل من عدن وأشار رئيس الوزراء أحمد عبيد بن ضغر خلال لقائه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رشيد خالكوف إلى أن الحرب ستنتهي متى ملتزم الحوثيون وقوات صالح بالمرجعيات الثلاث ولفت بن ضغر إلى أن الحكومة تعمل جاهدة مع المنظمات الدولية من أجل إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المدنيين في ربوع الوطن مشيرا إلى أن فتح مكتب للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن عمل إيجابي يساعد باقي المنظمات الدولية والإغاثية على فتح مكاتب لها في عدن تاجر هندي يقدم أربعمائة شقة وألف ومائتين وستين سيارة لموظفيه أحدث هذا الخبر ضجة واسعة خالد الرويشان كتب عن هذا الرجل وقارنه بما يحدث في بلادنا نحن هنا في اليمن بلا رواتب منذ خمسة أشهر بلا رواتب التاجر الهندي واسمه سافجي دولاكاي قال أمام الآلاف من موظفيه هدفنا أن يمتلك كل موظف بيتا وسيارة مرة أخرى هذا هو عالمنا اليوم يا غبار التاريخ هذا حدث في الهند وليس في السويسرة في الهند مئات الأديان واللغات والقوميات تأملوا أين الهند اليوم وأين نحن اليوم البوذي الهندي يهدي موظفه سيارة وشقا والحثي اليمني يحتكر كل شيء المرتبات والوظائف السيارات والشقاق والعمارات والجامعات والمدارس يحتكر الدولة ويصادرها وحتى المساجد إدارة الشعوب بنجاح هي نفسها إدارة شركة بنجاح لا نجاح بلا فهم أي العلم والمعرفة لا نجاح بلا إخلاص أي الأمانة لا نجاح بلا مسؤولية أي تحمل مسؤولية النجاح أو الفشل وفي حالة الفشل أقلها أن يرحل الكارثة أنكم بلا فهم أو علم وبلا إخلاص أو أمانة وبلا أي شعور بالمسؤولية سيضيف البوذي الهندي مؤنبا لكم وصارخا بصوته وبلا ضمير أو إحساس الشعب بلا رواتب الشعب يموت قال موقع يمن منتر في صفحته رئيسية إن الحوثيين لا يشعرون بالأمان في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم يقول الموقع لا يعيش المسلحون الحوثيون في المحافظات اليمنية الخضاعة لسيطرتهم بأمان فالهجمات التي تطالهم من المواطنين تجعل خسائرهم بالعشرات مضيفا أن العمليات العسكرية في محافظتي حجة والحديدة كانت أمس يوما من الأيام السوداء حيث تسببت بإصابات بالغة في صفوف الميليشيا وقال أحد المسلحين الحوثيين في صنعاء اليمن منتر إنه وعدد من مرافقه يتوقعون في أي لحظة وجود اشتباكات في النقطة التي يقومون بتفتيش المواطنين فيها في شارع حزيز جنوب العاصمة وفي واحدة من محاولات إعادة تطبيع الحياة في عدن يقول موقع الصهاري جنيوز تدشين الانتخابات الطلابية بمدارس محافظة عدن حيث داشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس بمحافظة عدن انتخابات المجالس الطلابية لمدارس عدن وذلك من أجل تعزيز مبدأ الديمقراطية لطلاب المدارس والتي تستمر لمدة أسبوعين للعام الدراسي 2016-2017 وانطلقت العملية الانتخابية من مدرسة البيحاني وأدت إلى فوز عشر طالبات كممثلات لمدرسة البيحاني وفق عملية الاقتراع المباشر حتما سننجو تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو الناصر مقاله المنشور في يمن مونتر وقال في جزء منه حتما ستنجو البلاد حين نسأم من مكائد الطائفية وقسوتها مبكرا ونتجاوزها وذلك كي يكون مضمون الصراع بأهداف وطنية وتطويرية ذات معنى ثقافي ومدني فارق في الوجدان الجمعي وطريقة التفكير لا منصلنا من الانحياز إلى ما يمثل جامعا وطنيا والتموضع الداخل حلم دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية الدولة التي تحتكر السلاح ويسودها القانون أما الحرب فهي بالتأكيد تمثل أعلى مراحل تجليات فشل مشروع الدولة اليمنية الضامنة لتحقيق كل تلك القيم والمفاهيم الوطنية المشتركة وهي الحرب التي تكشف أوهام السلاح العصبوي المنفلت والمتحالف مع منظومة الهيمنة التقليدية لتكريس مشروع الدولة الطائفية وفق أدوات ومظاهرة مذهبية وجهوية سلالية وقبلية تمثل أسوأ أنواع حالات الاستغلال السياسي للدين فضلا عن كشفها لتراكم صلافة الاستعلاء المناطقي الرافض لإقامة دولة كرامة وعدالة لجميع اليمنيين بلا شك فإن أسباب الحرب لم تأتي من فراغ بل هي نتيجة وليست ولادة فجائية مثلا ذلك أن ما ورثه النظام السابق الحالي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية يعيدنا إلى مربع ثورتي السادسة والعشرين من ستمبر الف وتسمائة واثنين وستين والرابع عشر من أكتوبر الف وتسمائة وثلاثة وستين لنكتشف بعد مورود أكثر من خمسة عقود افتقادنا لشروط التحديث وتطور بل وانهيار ما كان قد تراكم من تجاربه ومحاولات موقع عدن تايم عنوان في صفحته الرئيسية وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة يطلق أولى تصريحاته بشأن تعز وأطلق قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها محافظة عدن اللواء فضل حسن أول تصريح صحفي له بعد تعيينه بمنصبه الجديد بشأن محافظة تعز التي ما زالت أجزاء منها تحت سيطرة ميليشيا الإنقلابيين التابعين لجماعة الحثي والمخلوع صالح ونقلت الصحيفة الرسمية لقيادة قوات الجيش الوطني على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن اللواء فضل حسن قول أولوياتنا هي تحرير محافظة تعز من الميليشيات يتابع الموقع المنطقة العسكرية الرابعة مركزها عدن وتضم محافظات عدن والأحج وأبيا والضالع وتعز تبدو مدينة مارب أمام زائريها كأنها مدينة جديدة الإنشاء مارب التي تحتضن تاريخا عريقا بدأت مظاهر الحياة تعود إليها وفق موقع المشاهد نتو الذي قال إن المؤشرات تدل على أن هذه المدينة قادرة على استعادة ألقها ودورها الحضاري فهي الماضي والحاضر والمستقبل يضيف المشاهد الزائر لهذه المدينة يشعر بالحركة غير المسبوقة فمشاريع البناء في كل مكان والأعمال الإنشائية المختلفة تزيد من جذب الناس إليها إلى جانب ما تتمتع به هذه المدينة من مزايا التعايش بين سكانها ومؤخرا فتحت ذراعيها للنازحين القدمين إليها من كل المدن تتابع الموقع تشهد مدينة مارب المحررة منذ عام نموا عمرانيا متزايدا نتاج عن حركة سكانية كبيرة قدمت إلى هذه المدينة لعدة أسباب أبرزها توفر الأمن والخدمات العامة مقارنة بالمدن المحررة الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية موقع الاشتراك نت تأبع رحيل واحد من أعلام الأغنية اليمنية وعلق الفنان فرسان خليفة يفارق الحياة في الإمارات حيث توفي الفنان اليمني فرسان خليفة في أحد مستشفيات الإمارات ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مقربة من الفنان خليفة قولها إن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية الأمر الذي أدى إلى نقله لأحد مستشفيات الإمارات قبل وفاته يضيف الموقع يعد الفنان فرسان خليفة أول فنان يمني يقوم بتقديم الأوبريتات الغنائية حيث قدم أوبريت ريح الشروق في ثاني في ثنائي جميل مع الفنان أمال كعدل ويتحدث الاشتراك نت عن الأوبريت الأول الذي أدى أنه من كلمات سعيد الشيباني وتنقل فيه فرسان بين معظم المناطق والمدن اليمنية في توليفة فنية راقية ومميزة فصنع مزيجا جميلا رسما من خلاله صورة اليمن الكبير اليمن الواحد الذي يصعب تجزئته وقبل قراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير بقو معنا مستمرنا معكم في كشك الصحافة وإلى صحيفة العرب الجديد والتي طالعت الشأن اليمني وقالت في أحد عنوينها واحد من عشر بالمئة نسبة المليونيرات في دول عربية الثروات بيد الأقلية تقول صحيفة العرب الجديد أن واحدا من عشر بالمئة فقط يمتلكون أكثر من مليون دولار وفق تقرير كريد سويس عن توزيع الثروة العالمية في 2016 وتشير هذه النسبة إلى تركز شديد في الثروة يصفه التقرير باللاعدالة الاقتصادية تتابع الصحيفة تعد كل من اليمن والسودان من الدول الفقيرة وبرغم ذلك يمكن ملاحظة تركز شديد في توزيع الثروة التبلغ الثروة الإجمالية في اليمن 64 مليار دولار الثروة الفردية إلى 4752 دولار في حين أن الدين الفردي 52 دولار وتتوزع الثروة في اليمن وفقا للتقرير كالتالي ثلاثة وتسعون بالمئة يمتلكون أقل من عشرة ألاف دولار وستة فاصل خمسة من عشرة بالمئة بين عشرة ومئة ألف دولار وصولا إلى أربعة من عشرة بالمئة بين ألف مئة ألف ومليون دولار صحيفة الخليج الإماراتية عنونت الميليشيا تختطف ثمانية عشر من أبناء البيضاء تقول الصحيفة اختطفت ميليشيا الحوثي وصالح ثمانية عشر مواطنا من أبناء قيفة رداع بمحافظة البيضاء في إحدى النقاط بمحافظة دمار ونقلت وكالة الأنباء اليمنية السبأ عن مصادر محلية أن المواطنين كانوا في طريق عودتهم من العاصمة صنعاء إلى مدينة رداع وينتمون جميعهم إلى قبائل قيفة أو قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء ووضحت المصادر أن الميليشيا أوقفتهم في نقطة قاع جهران أمس الأول ونقلتهم إلى مبنى إدارة أمن الوحدة بمدينة دمار الذي حولته إلى معتقل الكاتب عمر كوش من صحيفة العرب الجديد كتب حول استباحة النظام الإيراني للمنطقة العربية مرجعيات الراهن وقال في جزء من مقاله يجد النظر في الدور الإيراني الإقليمي وخصوصا في المنطقة العربية أن ما يفعله نظام الملال الإيراني في المنطقة العربية من تفتيت وتخريب على أساس مذهبي أسهم في تخريب دولها وتغيير تركيبتها الديمغرافية وتمزيق النسيج الاجتماعي المتراكب منذ آلاف السنين حيث يستغله هذا النظام حالات لا استقرار والتردي والأزمات لإشعال حروب مذهبية ما بين أبناء البلد الواحد عبر تشكيل ميليشيات مذهبية يستخدمها أذرعا أخطبوطية بدعاوي زائفة بغية تحقيق مشروع هيمنة وسيطرة فحيثما نلتفت في كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن وسواها نجد أطراف هذا الأخطبوط المهوس بمعارك الماضي الغابر تمعن في تخريب النسيج الاجتماعي والتركيبة الديمغرافية فضلا عن استغلالها كل الأساليب القذرة لبسط النفوذ والهيمنة مهما كان الثمن ويظهر ذلك جليا في التحالف المذهبي مع نظام الاستبدادي الأسدي والسيطرة الإيرانية القوية على محظم القوى السياسية في كل من لبنان والعراق واليمن والتي أنتجت طائفة سياسية تجد مرجعيتها الدينية والسياسية لدى ملال إيران وهي قوى شكلتها أو أسهمت في تقويتها ورعايتها وخصوصا في لبنان والعراق صحيفة الاتحاد الإماراتية عنوانت اغتيال عقيد في أمن مطار عدن وفي التفاصيل اغتال مسلحون أمس ضابطا برتبة عقيد في أمن مطار عدن الدولي وقال مسؤول أمني وشهود عيان أن المهاجمين أو المهاجمين كانا في سيارتين وأطلقوا النار على عبد الرحيم علي الضالعي وأردوه قتيلا على الفور أثناء خروجه من منزله في حيريم بمنطقة المنصورة ثم لاذوا بالفرار مدينة حلب التي تعرضت لكل أنواع الدمار والقتل أعلنتها وزارة ثقافة النظام السوري وفق صحيفة القدس العربي عاصمة للسينما السورية الإعلامية السورية رجوي الملوحي قالت عند الاحتفالية رسالة تحمل نوعا من التحدي والاستخفاف وهي محاولة لإظهار النظام على أنه المنتصر في حلب وكأن الحرب الدائرة أمر ثانوي وسوريا تعيش أيام طبيعية أضافت بالنظر إلى أطروحات النظام المستخفة بدماء سوريين نستطيع القول إن هذا الأمر غير غريب على هذا النظام وتابعت قبل فترة قصيرة فقد أقام النظام السوري عرض أزياء باللاذقية وقبلها مهرجان للأنوان في دمشق وهو يريد أن يغطي على الجرائم التي يرتكبها ويهدف إلى تشتيت حاضنته الشعبية بالاحتفالات والعروض وما شابه طريق تعز الطويل إلى الحرية تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله البنشور في مدودات الجزيرة وقال في جزء من مقاله شهد العام 2015 مستويات غير مسبوقة من العنف منع الدواء والخضار والماء عن المدينة تحولت إلى غرفة أشباح كبيرة لا يسمع فيها غير الفراغ المدوي وقذائف الحثيين يتحدث سكان تعز عن الأقدام الحافية في الليل تلك التي كانت تخترق الأحياء الشعبية ليلاً وتحررها بالمتر المربع لكي تحرر الأقدام الحافية مدينة يسكنها ستمائة ألف نسمة فإنها عملية شاقة ولابد أن تلك الليالي كانت طويلة وبلا عدد فرض الحثيون معابر مرور إلى المدينة وفي أحيان كثيرة كانت قنوات الحثيين تغطي بالأكاذيب والدعاية العسكرية أكبر وأطول عملية حصار شامل في تاريخ المدن العربية لم يسبق أن حصرت مدينة عربية لأربعة وعشرين شهراً وقصفت عشوائياً بعشرات آلاف الصواريخ في الآن ذاته كما حدث مع تعز قبل ستة أشهر أصدرت وزارة حقوق للإنسان تقريراً تحدث عن ما يقرب من ثمانية عشر ألف إصابة نتيجة مقذوفات الحثيين وألغامهم وأكثر من ثلاثة آلاف قتيل تعز هي المحافظة التي أسست لوجود طبقة وسطى في اليمن كما أنها محافظة خالية من القبيلة بالمعنى السياسي أو الاجتماعي فضلاً عن وزنها الديمغرافي فإليها يعود خمس سكان اليمن وتعرف شمالياً بكونها بوابة الجنوب وجنوباً بوصفها بوابة الشمال شقت تعز طريقاً طويلاً إلى الحرية وها هي على تخومها في دول عربية أخرى سرعان ما كانت المقاومة تنزلق إلى تشكيلات جهادية على مثال لواء التوحيد لكن المقاومة التعزي شكل لواء الصعاليك قالباً المعادلة الأخلاقية الكلاسيكية رأساً على عقب النحات والفنان التشكيل العراقي محمود عبيدي كان واحداً ممن شهدوا على دمار آثار العراق عقب غزوه عام 2003 وهو الآن يحاول أن يخلق من جديد كلما تعرض للسرقة والدمار كان نوع من ردة الفعل على من شهده من انهيار حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام جولتنا المصورة بين أهم القطع التي أعاد تصميمها ونحتها بطريقته الصور وردت في العرب الجديد نتابع ترجمة نانسي قنقر في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة ونتابع معاً مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة